اهلا بك يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن شوية غلطات كده ايه هتعملهم لو عايز تنجح. غلطات بيشوف ناس كتيرة منكم بتعملها وبتبوز كل ايه بتعملو. بيبقى بيتعب وبيشتغل بس بيعمل شوية حاجات كده بتضمال له الدنيم. مبدال كده عايزك تشترك في القناة وتفعل زوار الدرس عشان ما نفتكش جيه كل اسبوع. بنتكلم كل اسبوع عن الفلوس وازاي نعليه صوتنا. روى عليها روى عليك ما تلاقش. اللي معظم الناس مش فهمها ان النج النجاح بروسس. النجاح عقلية. النجاح ميندسيت. مفيش حاجة بتوصلها بتبقى اسمك ناجح. مفيش حاجة بتعملها يبقى اسمك ناجح. النجاح حرفيا بتبقى عايشه كل يوم. فمش محتاج تشتري حاجة. مش محتاج تعمل حاجة. مش محتاج تروح مكاني. المبادل الغلط دي هي اللي بتوقعكو بتخليكو تفقدو التركيز. على التارجة اللي انتو ماشيين اتجاهه. غلطات زي ايه? تعال نشوف. اول حاجة بتشتروا حاجات غالية انتو مش محتاجينها. بتبقى فيكو بقى لما عملت شوية فلوس انت بقى ندوع على نفسينا بقى. احنا تعبنا. تشتري ساعات تشتري لبسة غالية لو عملت شوية فلوس حلوة تشتري عربية. انت ما كنتش محتاج الكلام ده. انت بتشتريها عشان تبهر الناس بس. تقول لهم بصوا انا نجحت انا شغالهم. انا عملت حاجة انت مش شاقين تعملوها. بتحاول تثبت لهم ده. وده غلط. ده يغرقك ويحطك في نقطة ضعف عشان انت بتحاول تبهر الناس. النجاح مش بال الحاجة اللي انت بتشتريها. النجاح مش بالحاجة اللي انت بتجيبها. انت بتنجح بجد لما ما بتبقاش محتاج تسبت حاجة للناس. الناس عارفوا. انت كل يوم عايش بتعمل وبتشتغل للهدف بتاعك. عملت ابني طوبة طوبة. ما بتركس بحاجة غير ده. ما عمديش مشاكل تشتري حاجة غالية كل فين وفين. بس لنفسك مش عشان تبهر الناس. عايز تشتري هدية لنفسك كل فين وفين تقدر تعبك. فعلا لنفسك مش عشان الناس. ساعتها ماشي انا معاك. تشجع ن نفسك. بس انك تقعد تشتري مين ويش مال عشان الناس وده بيبان جدا ده غلط كبير. بتضيع فلوس انت كنت ممكن تحطها في حتة احسن تساعدك على الفاضي. والغلطة دي دايما بتحصل من الغلطة التالية اللي احنا جايين لها. وهي انك عايش بمقارنات. عملت قارن نفسك بالناس. الراجل ده عمل ايه راجل ده سوى ايه البنت دي فين صحبتي دي بتعمل ايه. كل يوم عملت قيس نفسك قصادهم. فدايما نحس انك عطلان متأخر. فده اللي بي خليك تشتري حاجات مليهاش لازمة عشان تثبت لهم انك نجاح. ما ينفعش اصلا تبقى مركز معاهم. كلمتك مليون مرة في الحوار ده. الشخص الوعيد اللي تقارن نفسك بيه هو نفسك مبارح. كل يوم تعالق على نفسك افتر لو نص في المية ربع في المية. مجهود زيادة. تعب زيادة. شغل زيادة. انت كنت تبقى ماشي في الطريق الصح بتتحسن عن مبارح كل يوم. حتى لو نسبة بسيطة مع سبت شهور مع سنة مع سنتين. النسب دي بتتراكم وبتكبر وتعمل فر صغير انت اشتغلتو اليوم عن اليوم. بس ده مع الوقت بيعمل تراكم كبير جدا وبيفيدك في الاتجاه الصح. ودايما علق على نفسك امبارح. طور على نفسك امبارح. زود شغلك عن امبارح. ان شاء الله ربع في المية زي ما بقولك. هيفرق جدا معك في المستقبل. وما تركز مع الناس ملكش دعوة بحد. وهنا بقى هنخش على اخر غلطة دايما بتبقى ماشية مع الغلطتين دول. وهي انك بتبطل تتعلم لما تخلص. سواء جامعة او مدرسة او دكتوراه او مجي بتبقى فاكر انك قفلت اللعبة. انا عايزك تبقى فاهم انك بعد ان تخلص سنين الاكاديميك كلها وتاخد شهادة ايا كانت ايه. عايزك تعتبر نفسك زير وتعليم. التعليم اللي بجد بقى اللي هيفيدك ويخليك تعمل فلوس هو التعليم في الحياة العملية البراكتكال فعلا العملي. كل انت تعلمته في المدرسة والجامعة ولو عملت دكتوراه كمان كله اكاديمي. نظريات على ورق. التطبيق بقى لسه هنبتدي فيه. الحياة العملية لسه هتبتدي. ده التعليم اللي بيجيب لك فلوس. فاعد بطل تتعلم. وصلت 25 وصلت 30 35 40 اللي بيتعلم دائما وبيتقلم وبيتطور هو اللي بينجح. الناس كتير بتبقى فاكرة انها قفلت اللعبة في 30 وبتبطل تتعلم بتفضل مكانها والناس كلها بتسبقها بيفشل مع الوقت. فلازم تبقى فاهم ان التعليم ما بيقابش. لازم تبقى فاهم انك دايما تلميس في اللعبة. عايش عشان تتعلم وتتطور وتزود معلوماتك وكل يوم تعرف حاجة زيادة وتطبقها. وتغلط وتكرر وتغلط وتتكر الصح. كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم وكلنا بنطبق. مفيش اي فرق. الناجح بيفرق عن الفاشل بس ان الناجح ما بيبطلش يغلق. فبيوصل للاخر لحاجة. اللي بيقس بسرعة من اول غلطتين ثلاثة بيعطى المكانه وبيفضل واقف. والدنيا زي ما انت فاهم والشغل ما بيقفوش على حد. ولو انت لسه مش معنا في التداول ما ينفعش تبطل تتعلم. منصة اكس منت اوبشن من اسهل منصاتي ممكن يتدي عليها تداول وتتعلم خطوة بخطوة وتطبق معنا كل اسب وطبق اول باول معي عشان تتعلم. تعالوا بقى نعمل خمس عميات الدول بتاع النهاردة كيفية لاغي على كده. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة